سعادة أبي جودك معنا على قناة أون تايم سبورس المصرية وأعتقد أن مبارتكم ستكون صعبة أمام سويسرا كيف ترى هذه المباراة وأيضا اعطلنا رأيك عن حديث المدرب في المؤتمر الصحفي فيما يتعلق بالدورة بالمباراة ستكون صعبة جدا كما رأينا المباراة المختلفة في دور 16 كما رأيناه ما فعل المباراة السنغال كانت صعبة جدا أمام إنجلترا انظر إلى الأرجنتينا الأرجنتينا وجهت صعوبات أمام استراليا وفرنسا في الشوط الأول عانت أمام بولندا ولكن الفرق الأقوى هي التي تأهلت البرتغال والسويسرا فريقان يعرفان بعضهم البعض جيدا ووجه بعضهما أكثر من مرة سواء في المباراة التأهلية أو الدوري الأمم الأوروبية وفي بطولات أخرى إذن ستكون مباراة متوازنة جدا وأيضا سيتم تحددها بناء على التفاصيل الصغيرة والفريق الذي لا يرتكب أخطاء دفاعية سيمر فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي كان مؤتمر صحفي طبيعي قبل أيام مباراة وأكدنا على جزئية كريستيانو رونالدو وأن المدير الفني أوضح الموقف وعندما سئله كان واضحا وحاسما وقال أنا لم أحب التصرف منه وهذا سيطرح السؤال هل سيبدأ كريستيانو رونالدو المباراة أمام سويسرا أم لا هذا سؤال كبير لكل الإعلام الموجود في المؤتمر الصحفي وحدثنا عن انطباعاتك ورأيك فيما يحدث في معسكر البرتغال لأن هناك أخبار كثيرة جدا فيما يتعلق باللاعبين وخاصة كريستيانو رونالدو قبل المباراة الأولى والآن هناك بعض الأخبار التي تقول أنه سينتقل إلى المملكة العربية السعودية ويلعب لنادي النصر السعودي لو حدث ذلك فهو شيء شخصي هذا قرار شخصي وهو شيء في الشرق الأوسط السعودية كدولة من دول الشرق الأوسط لديها لعبين جيدين جدا وتمتالب لعبين يرغبون في إنهاء حياتهم الكروية هناك والبرتغال كان لديها لعبين في السعودية ومدرين فنيين وأيضا نعرف أن السعودين يحبون كرة القدم الخاصة بهم وبالنسبة لرونالدو سيكون موقف الكل فيه فائز سيضيف إلى الدوري السعودي وهو سيمارس كرة القدم وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المعسكر لا أرى أي تأثير لأنه في الحقيقة قرار شخصي هل سمعتم من ذلك من قبل؟ نعم سمعنا هذا من قبل وتم مناقشته ليس في الصحافة البرتغالية ولكن في الصحافة الإنجليزية والإسبانية وكبرتغالي بعيدا عن عملك هل تفضل أن ينتقل كريستيانو إلى دولة عربية ليكمل قصته مع كرة القدم أم تفضل أنه ينتقل إلى نادي آخر بعد أن غادر منشستر يونايتد كمشجع أريد أن يكون اللاعب الأفضل في النادي الأفضل أريد أن أرى كريستيانو في دوري تتم مشاهدته بشكل أكبر ولكن في نهاية الأمر هو قرار شخصي لكابتن فريقنا وهو الذي يعرف ما هو الأفضل له لمسيرته الكروية ولعائلته هو في نهاية مسيرته الكروية 37 عاما ومسيرة كروية رائعة وممتعة وكسر كل الأرقام القياسية الفردية وإذن هو قراره في نهاية الأمر ما الذي سأتركه بعد إنهاء مسيرتي في كرة القدم هل سأنهي مسيرتي في مكان عالي أو مكان أقل مع كل احترامي للدوري السعودي هذا قرار شخصي ومن الواضح وكمشجع أنا أريد أن أرى اللعب الأفضل في الفرق الأفضل سأقول ذلك أنا أيضا مشجع للبرتغال وكريستيانو رونالدو وحلمي هو أن يرفع كريستيانو رونالدو كأس العالم في هذه البطولة شكرا جزيلا شكرا جزيلا